طيب خلينا نتكلم بقى علي لحضرتك شخصيا يعني انت كنت من ناشئين شباب النادي الاهلي عضيت ترميل اربع سنين في الاهلي التجربة دي ان اثرت فيك ازاي؟ لا تجربة علمتني كتير جدا يعني الموضوع انا كنت جاي متلهم من اسوان تمام كان لسه ولسانة لعبها في اسوان جيت الاهلي تعلمت حاجات كتير جدا انا تعلمت التزام تعلمت الانضباط تعلمت حاجات كتير جدا هنجيلك كابتن عماد النحاس؟ لا كابتن عماد النحاس كان في الدرجة الاولى انا جيلي كان كتنا والشريف اشرف والشناوي جيل 87 كله فتعلمت مدربين برضو على اعلى مصطفى في نادي الاهلي تعلمت كل حاجة اتأسست صح يعني اللي فرع في معايا ان نادي الاهلي بيعرف يأسس الناشئ الصح عشان كده لما تجي اي ناشئ بيطلع عن بره نادي الاهلي يروح يلعب في سموحة في الاتحاد في صراميكا في بتاعه لا بيبلعب مؤسر فنادي الاهلي لا بيأسس ناشئينه صح جدا اتمرنت على او تدربت على ايه؟ كابتن دياء السعيد دياء السعيد اه طبعا ده الاسم الابرز في كل فرع الناشئين طبعا اه وكان اعتقد كان مدير الفني ليه متخب شاب قومي يعني متخب مصري صح كده؟ صح اهه كان 2011 المتخب 2011 وبعد كده روحت الفين؟ بعد الاهلي روحت الاتحاد بقت مشيت روحت الاتحاد بدأت تلعب بقت مع كابتن ناطا بصري يا الله ارحمه درجة ولها في الاتحاد وبدأت المسيرة كنت بتايد ناشئين في الاتحاد بس كنت بلها بدرجة ولها فبدأت بقت في الاتحاد 8 سنين وراء بعض في الاتحاد شفت ازاي التجربة او ازاي تقيم التجربة تحتك بتاعت 8 سنين في الاتحاد يا جماعة انا على صعيد الشخص يعني انا حد بحب كل ما هو اسكندراني فاكيد التجربة اسكندراني يا جميل انا اكيد التجربة كانت مختلفة بالنسبالي انا كنت لسه طالع من ناشئين الاهلي عايز ابني مستقبالي اعمل اسمي فكان بالنسبالي ما الذي تصframe على نادي الاهلي كان عنده تموح انا اللعبا بدرجة اولى ونادي الاهلي كان صعب ان حد يطلع بدرجة اولى فالفترة دي كان في سردباكات جامعة فالدرجة الاولى وكنش صعب ان حد يطلع لها فوسطيهم كاپتن اماد النحاس أحمد الس Caid وشهاد محمد كاپتن هواء الجمعة فكان صعب ان سردباك يطلع لها فالدرجة الاولى في الجيل بتاعنا احنا بالإذار فلا فطلبت ان انا مش يفعل بس سياتك ان انا كان في اخر طريبا مسلمين لي صحيح في اخر مسلمين بس برضو كان يعني كان برضو فيه هو كان بيلعب ليبرو كان فيه 5 اربع سردباكات موجودين صعب ان كاناش يطلع فيه فكان خطوة قويسة وخطوة ايجابية انا شايف ان ايجابية في حياتي ان انا مشيت وروحت الاتحاد لعبت في الاتحاد بقى انا سنه صغير ولعبت بقى 8 سنة واربعض الحمد لله لعبت مكنتش بعض خالص يعني فبنيت اسمي في نادي الاتحاد اسكندري وليه فضلي كبير جدا علي عمل سيد فريد نادي الاتحاد نادي الجماعير انا انا بحبهم جدا جمهور الاتحاد كنت منزل لعب المطش لا انا بتمت عن الاستاذ متقفل وجمهور الاتحاد جمهور اسكندري بشكل سكندري جميلة يعني فعشان جدا انا مسيبتهاش برضو عدت 18 سنة ما سيبتش اسكندري والله يا بختك مشيت من الاتحاد لسموحة مباشرة بس معها وما تحركتش برضو اسكندري خالص التمن سنين مع كابتن بصري ولا ولا لا كابتن طبعا بصري يمشي وبعد كابتن مدربين الجانب كدين جدا منهم قبروا للي كان ماسك الزمالك فهم دربين كتير جدا عدت عليها في الاتحاد وبعد كده رحت السموحة مشيت بقت من الاتحاد كان عقد خلص فاخر سنتين مشيت رحت بسموحة بقى وبدأت في سموحة بقت مشواري عظيم تجربة سموحة بتقايمها ازاي كانت بالنسبة لي تجربة سموحة خلص بقت بقى اربع سنتين في سموحة بعد كده بقى كده مشيت رحت سنة الانتاج ورجعت اربع سنتين تاني سموحة بالنسبة لي بقى النطج كله ان انا رحت سموحة انا عندي اربعة وعشرين سنة ولا خمسة وعشرين سنة فبالنسبة لي كنت خلاص بقى تلعبتي قيل بقى رح يجيبي جوان سردباك من اللعبة خلاص وقفتي في الملعب بتفرق مع الفرقة لا بالنسبة لي التجربة الاولانية لا اربع سنتين الاولانية لا كنت كواس فيهم جدا ومشيت بس سوء التفاهم ما بينهما بين مدرب مشيت من النادي سنة ورجعت تانية النادي رجعني تانية على طول لقيت نفس المدرب لا ده كان مشكلة ما بين الكابتل محمد يوسف وصبت النادي ومشيت وكنت كاتب شرط جزايا في عقدي وهو لما ماشي سموحة دفعت للشرط الجزايا ورجعتني تانية اشتركوا في القناة